للمدخلة عبر تقنية الزوم مع ضيفنا استاذ ناجي حايك نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية صباح الخير دكتور صباح الخير صباح الخير تحيله لك استاذ ناجي حايك صباح خير صباح خير دكتور يعني اليوم هيك من الصبح سمعنا رئيس الحكومة ناجي بميقاتي من بعد لقاء البطريارك الراعي من ابكركي يقول بأنه يبدو أنه ثمة من أوعز إلى وزير الدفاع موريس سليم بتغيير موقفه ومن بعد ما سمعنا أنه بعد لقاء الباري حجرة اتفاق مبدئي على استكمال هذا يعني مسار العلاقة وبالتالي فهمنا من أنه في موافقة ضمنية على اقتراح وزير الدفاع لأسماء مثل ما هو قال كمان لتعيين رئيس أركان وأعضاء آخرين من المجلس العسكري هل أوعزتم دكتور ناجي هل أوعز رئيس التيار إلى وزير الدفاع موريس سليم بالتراجع عن هذا المسار أول شيء أهم شغلي بالإعاز أن يكون إعاز من داخل الحدود مش من خارج الحدود وإذا الوزير سليم سمع لديني سمع كلام من داخل الحدود أفضل من الرئيس مئاتي وغير الرئيس مئاتي اللي بتجي إعازاتهم من خارج الحدود أما بعد بفتكر مش أنا بحكي عن الوزير السليم الوزير السليم طلع بيان من شوية صغيرة ووضح موقفه كتير كتير منيح أنه دولة الرئيس مئاتي لا ما صار فيه اتفاق معه على الأسماء صار فيه مثل جلسة حوار هووية ومثل مصالحة وصار فيه اتفاق هووية على استكمال العمل المشترك لما فيه خير الوطن مش معناتها أنه صار رئيس مئاتي بده يخلي الوزير يخالف العنون ولا بده يخلي الوزير يعمل شيء خلافا لا يلي برأيه هو الوزير وبعدين بيقول أنه استحبه الوزير المرتضى ما حدا بيستحبه الوزير السليم هو جنرال متقاعد في الجيش اللبناني له تاريخ عسكري مشرف في خدمة الوطن بيعرف مصلحة الوطن وبيعرف مصلحة لبنان وبيعرف مصلحة الجيش اللبناني ومنه هون مش أنت ينقذ روندات حدا بالعكس بيعمل ضميره واحد اتنين نحن نتمنى كمان على سيدنا البطرة يوقف على حيث المبكى يلي فتحه نيال الشبيبي الفوق يلي مفكرين وبيقدروا يطلعوا يعترفوا عنده بس ما بيطلعوا مش يطلعوا يصرحوا أو قاعد يصرحوا ضد رئيس الجمهورية ولا ضد ممثلي الشارع المسيحي ويلي الوزير السليم موحد منهم يعني عم تحمل مسؤولية لبطيارك الرائع بهذا الموضوع لا حاشا أني حمل مسؤولية لبطيارك أنا أقول أنه نتمنى علي أنه يطلعوا لعنده ويطلع يعترف مش يطلعوا يصرح من بره ويخبر كأنه هو عم بيوهم الناس أنه سيدة البطرة كموافقة على كلامه أبدا ووقتي اللي بده يطلع مئات المسيحيون ممثلون وعندهم بالندوة البرلمانية يعرف مين ممثلينهم ووقتي اللي شغل منها عجمته بيطلع لعندهم مثل ما بيرو عند غير خيادة نعم بس يعني هلأ هذا جدل طويل لأنه كمان أنه إذا راحة الحكومة وأقرت شيء لا إذا بدك يتوافق مع المزاج المسيحي العام يلي البطياركية بتمثل جزء مرنو كمان بتقوم لأيامه وبالتالي اليوم أنه بسلوك السياسي للرئيس ميقاتي فهو يراعي البطياركية المرونية التي تمثل بما تمثله اليوم بغيب رئيس الجمهورية وهذا شيء ما بعرف إذا يحصل له ووقتي اللي كان رئيس الجمهورية موجود كان يحترم موقع رئيسة الجمهورية الوزير ميقاتي كان بده ينقق بأخر حكومي اللي جرب تخامة الرئيس يشكلها بعد الانتخابات النيابية كان آخة صلاحيات على نفسه أنه ينقق كل الوزراء ويحط له إكس بكعب المربع للرئيس من شين طا يمضي وهذا شيء منه مقبول ما يحكي عن احترام صلاحيات الرئيس صلاحيات الرئيس ممثلة بالحكومة كاملة ومجتمعة مش ممثلة فيه هو صلاحيات رئيس الجمهورية بده يسمح طيب دكتور ناجي بفهم منك أنه ما في موافقة مبدئية منكم على تعيين رئيس أركان أو على اقتراح وزير الدفاع بتعيين الأسماء النقصة بالمجلس العسكري ما في موافقة لا الجنرال سليم ما في موافقة أنه يعمل هاك في مخالفات للدستور مش هيك بده تصير مش هو بده يمشي فيه بس الجنرال سليم قصدي يعني قراره هو قرار سياسي ينطلق من انتماءه للتيار الوطني الحر الجنرال سليم مش منتمي للتيار الوطني الحر وإن كان تم تسميته من قبل فخامة رئيس الجمهورية طيب بس لحسلك سؤال أوضح وخلينا يعني نكون واضحين ليش هو الوزير السليم قراره بالامتناء عن تقديم أسماء اقتراح أسماء لتعيين رئيس أركان والمواقع الأخرى منطلق من قرار شخصي أو من قرار منسق مع رئيس التيار جبران بسيلا أستاذ ناجي أكيد من قرار منسق لو هو بده يستعمل هذه الصلاحية أو بيعتبر له حق يستعمل هذه الصلاحية كان استعمله وطرح اسم لقائد الجيش لأنه من صلاحيته يطرح تعيين قائد الجيش اللبناني ما عمل هيك لأنه هو بيعتبر أنه هذه الشغلة من صلاحيته بالوقت الحاضر بنياب رئيس الجمهورية وبالتالي مما أدى إلى مخالفة دستورية تعملها المجلس النيابي من شان يعين يمدد قائد الجيش لما بده يعين رئيس أركان يعين قائد الجيش هل الرئيس مياتي إذا يعطلوا اسم لتعيين قائد الجيش يعين قائد الجيش هلا؟ طيب بعد عندي سؤال هل الزيارة مبارحة السرية الحكومية بوساطة من وزيري الثقافة والشؤون الاجتماعية كانت أيضا بتنسيق مع رئيس الطيار؟ ما عندي معلومات عن هذا الموضوع بس الزيارات والمصالحات والتوافق هي شغلة مباركة بين كل اللبنانيين كان بالأحرى بين وزير ورئيس حكومة طبعا يعني هيدي شغلة كثير منيحة أنه راح تزاره وبعد الجفة اللي كان بيناتهم كثير جيدة جدا ونحن بنشده عيداين بهذا الموضوع نعم صدر القانون في الجريد الرسمي قانون رفع سنتقاعد لي الرتب عماد ولواء هل ستقدمون طعن بالمجلس الدستوري؟ نعم سنقدم طعنا بالمجلس الدستوري يعني عشر نواب من التيار سيتقدمون بهذا طعن عندكم مهلة خمسة عشر يوم يعني بفهم منكم أي مطا راح تقدموه أسبوع المقبل ثلاثة؟ ما بعرف وقت اللي بيجهزوا المحامين من إيتيبتو بس عندكم قصدي عندكم مهلة ما تعطي لهم هلا ما تعطي لهم على أي أساس راح تقدمو الطعم طالما هو قانون بمجلس النواب على أساس توقيع التير الحكومة؟ لا أول شيء في عدة خلال يعني بالقانون أول شيء مين بيقول إنه هيدا شيء ضروري إنه نعاينه؟ هيدا مش تشريع برورة بغياب رئيس الجمهورية عندما يشهر منكز قائد الجيش ينوب عنه رئيس الأركان أو الأعلى رتبة إذا رئيس الأركان منه موجود عرفت كيف؟ وهيدا بيصير هلأ هون المشكلة هلأ إذا قائد الجيش بطل يقدر يسافر إذا لأنه رئيس الأركان منه موجود منشان لا ينوب عنه يصير ينوب عنه الأعلى رتبة هذه واحدة شغلة تانية إحالة الحكومة على جريدة رسمية لنشر القانون يجب أن يحوذ على توقيع جميع الوزراء لأنهم جميعا يمثلون موقع رئاسة الجمهورية إذا صار فيه سببين قانونيين يعني عم بلحق بالكلام هولي اتنين هولي هن يلي صح تستندوا لقلهم بالقانون بالطعم صحيح صحيح حضرته بلسات وشرعته أنت كفريق السياسي كان بوقتها كمان في غياب رئي جمهورية موضوع البلديات كانت تشريع ضرورة أستاذ ظافر أنت تعرف حضرتك أنه وقت تسقط المجالة البلدية بصير كل البلديات بأياد مقام لن ينوب عن المختار ولما تسقط المؤسس العسكرية ailedِع ministries لا لان الأكبر رصبة الأعلى رتبة نستلم بموقع قياد الجيش لا قانون الدفاع لا ينص على هذا الامر كل ترفع عرضهم captures public المسئولية الأدنى استيزافر عمبرلك لا دكتور ناجي إذا بتسمع المادي 39 من قانون الدفاع بتقدر حضرتك ترجعها المادي 39 ما بتقول أنه الأعلى رتبة يحل محل رئيس الأركان إذا رئيس الأركان مش موجود بتنص بشكل حرفي لا ما بتحكي عن رئيس الأركان ولا قيادة الجيش ولا قيادة الجيش بتحكي عن تراتبية المؤسسة العسكرية بتحكي على أنه الضابط الأعلى رتبة يأمر الضابط الأقل رتبة منه وبالتالي هون عم يحكوا عن بنمي المؤسسة العسكرية واللي هي مسألة بديهية لكن لا تعطي صلاحية على الإطلاق للضابط الذي هو أعلى رتبة بالجيش أن يحل محل لقائد الجيش ولا رئيس الأركان بتحكي عن الستركتشر تبع المؤسسة العسكرية لا أكتر ولا أقام دكتور ناجي استيزافر الستركتشر طبعا مؤسسة العسكرية تقضي بأن الأعلى رتبة أنه هو يقود هذا بكل شيء أنا أعطي له مش مذكور رئيس الأركان بعرف أنا أنه مش مذكور لا قيادة الجيش تماما لأنه ولا رئيس الأركان بها المال بس بيقول أنه الأعلى رتبة هو يقود بالمنطق لا أبدا ما بيقول الأعلى رتبة يقود بالمنطق بالمنطق دكتور ناجي بعد كمان وهو حمول مجلس العسكرية إذا هذه صحيحة كان النص كان النص ذكر بأنه في حال شغر لأنه مثل ما هو متوقع يشغر موقع قائد الجيش وأعطت الصلاحية لرئيس الأركان كمان متوقع أنه يشغر موقع رئيس الأركان كان أعطى الصلاحية بشكل بنص واضح مثل ما أعطاها لرئيس الأركان للضابط الأعلى رتبة لأنه أكيد المشرع واللي واضح هذا النص يعني أخذ بعين الاعتبار أنه ممكن هذا الموقع الثاني كمان لهو رئيس الأركان يشغر بلحظة من اللحظات يعني المشرع مش دائما بيلحظ كل شي أستاذ نلحظوا نحن 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 لك ونشرع الطائف ما شاء الله عليك أدي لحظ أموره أدي لحظ دكتور ناجي بدي أنتقل بس لعلاقاتكم مع حزب الله بحديث سابق لألك قلت أنه حزب الله ببيع وبيشتري كل الناس بتبيع وبتشتري هذا كان تعليقا على كلامك أو على ردة الفعل على مسألة القرار التمديد بمجلس النواب وإنتم كنتم متوقعين أو منتظرين أو ما بعض شو متفقين يعني بدي أسمع منك أنه موقف أكثر وضوحا من الحزب شو أصدق أنه حزب الله ببيع وبيشتري هل يعني أصدق أنه الحزب بيعكم موقف وبيع موقف لأيضا قيادة الجيش ومجلس النواب كيف؟ رح أقول لك شو صار مثل موالح اللي صار بمجلس النواب هني بيقولوا أنه ما رح يشاركوا وقاتي وأنا قلت نهار يلي ما شاركوا وقت اللي صوتهم ما بينفع بيتضامنوا معنا وقت اللي بيكون بيحجل صوتهم أي فريق متفقين هني معه شان انت يمر بدون يمروا بيشاركوا مثل بعملوا بالحكومة ما كم شاركتم بالحكومة أمنت إحالة القانون إلى الجريد الرسمية نعم أي وبالتالي عم تقول كرمل هيك ببيعوا وبيشتروا معاكن يعني أي ببيعوا بشتروا نحن ما بنعرف مع مين عمين ديل مش لانت صار الوضع هاي طب هيد أشي كيف يبدو ينسحب على العلاقة بيناتكم دكتور ناجي يعني أنا صرت ملاحظة العلاقة بينينا على القطعة العلاقة بينينا على القطعة مش بس أنت ونحن كمين ملاحظين على القطعة مع كل اللبنانيين في أوقات يحوى نحن اتفقنا على جهاد عزعور مثلا مع الكويت اللبنانية مع تقدم الاشتراك هاي دي على القطعة وهيك مع كل مع حزب الله كمان زي شي يعني تحول نحن ما اعتبرناهم ما اعتبرناهم لخينونا ولا شي نحن كل فريق سياسي بيعمل مصلحتهم يعني تحولت علاقتكم مع حزب الله من ورقة التفاهم وتحالف استراتيجي إلى تحالف على القطعة هاي على القطعة على القطعة يعني سقطت ورقة التفاهم مثل مع كل اللبنانيين نحن اصلا نحن اصلا بلسان الوزير بسيل أعلنها بجهارا وصراحة أنه نحن لوحدنا كطيار وطني حر نتحالف ونتعاون مع من نرى فيه مصلحة للبنان وأكيد مصلحنا السياسية كمان هذا الشي طبيعي مثل كل اللبنانيين بيعونوا ذات الشي نعم يعني لأنه البعض اليوم بعده عم نسأل ماذا ينتظر التيار الوطنية الحر لإعلان هذا الأمر جهارة طالما بالداخل في ملفات من رئاس جمهورية وقيادة الجيش والمشاركة بالحكومة مختلفين عليها مع حزب الله لهو حليف كنا الأساس ومن ميلة تانية حتى مقاربتهم على القضية الفلسطينية مختلفين عليها يعني إذا بالخارج وبالداخل في مقاربت مختلفة عشو متفقين أكيد في أشياء كثير متفقين عليها يعني ماذا بدي أعود عدد لك يا هون بس أنا عملي عدد لتلاثة ولي ذكرتهم في تبين في تبين بوجوهات النظر طيب العداء لإسرائيل وحدة منهم طيب هل في البعض يقولون اليوم طير وطني الحر أصبح وحيدا بين مزدوجين اليوم أنت عم تقلي أنه صارنا عم نتحرف مع كل القوى السياسية الباقي على القطعة اللي بدي أسألك اليوم شو هي الاستراتيجية بالعام المقبل هلأ من بعد ما صار وكل هالملفات ورانا كيف ستديرون علاقاتكم مع القوى السياسية انطلاقا من تحول الحلف كن مع هزب الله إلى حلف على القطعة نحن بيهمنا كتير هلأ على بير السنة جديدة أول شي ضل عيننا على الجنوب لأنه على الجنوب هو بقرة متفجرة ومتل ما بتعرفي اليوم المشتعل الجبهة إلى من الصباح هذي شواحد شغلة تانية موضوع النزوح السوري هو موضوع كتير أساسي بالنسبة لألنا ونحن سوف نتعاون مع الجميع لنقدر نرجع السوريين على بلادهم ونحن نحب نتعاون كمان حتى مع الدولة السورية إذا كان تتعدد سيئة كمان لن يرجعوا سوريين ما تبعط لنا هم كلهم هذي هي نعم طيب بدأ شكراك وانتخاب ويبقى انتخاب ويبقى انتخاب رئيس جمهورية هو الأساس يعني نحن عندنا المرشح جهاد عزعوري اللي متفقين معه مع القوات اللبنية ومع المعارضة وهني عندهم الوزير السلامين فرنشيين نحن نعرض انه نتفق على مرشح ثالث لأنه اثنانية ما عادرين نوصل على هذا الموضوع ومفتكر وليد باك جنبلاط وفقنا على هذا الموضوع شفتي مثلا نحن متقاطعين إيجابا مع الوزير وليد جنبلاط بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية انه نتفق على مرشح ثالث لنظهر اللبنية من هال مشكلة لأنه اللي جاي على المنطقة هو شي كبير وشي مخيف نعم بدي أشكرك دكتور ناجي حقيق على هذه المداخلة طبعا نحن وياك مواضين بحلقة أسبوع المقبل إن شاء الله من بعد العياد ينعاد عليك كان عندي عملية وعم بيدي أدئولي هلأ وانت عم بيت يلا ينعاد عليك شكرا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك